موسيقى إنها من النمل الكائنات الحي المعروفة ومن المعروف أنه يمكن أن يتعرض أي إنسان فينا إلى لسعة النمل وعندها سوف تظهر تهيوجات جلدية ويعود السبب في ذلك إلى أن النمل يمكن أن يفرز مادة تدعى مادة حمضية وتسمى بالتسمي الشائعة حمض النمل وهي تتكون من ذرة كربون وهي يعبر عنها بالكرازات اللون الأسود زراتي أكسوجين ونعبر عن كل زرة بالكرة الحمراء أيضا زرات الهيدروجين نعبر عنها بالكرات البيضاء الليمون أيضا زي طعم حامض ويعود السبب في ذلك إلى تشكل مادة أيضا هي عبارة عن مادة حمضية وتسمى حمض الليمون وتتكون من عدة زرات كربون بالإضافة إلى عدة زرات من الأكسوجين وعدة زرات من الهيدروجين أيضا التفاح إذا لم يكن ناضجا بالشكل الكافي فإننا نشعر بالطعم الحامض ويعود ذلك إلى وجود مواد حمضية فيه تدعى حمض التفاح إذن هذه الأحماض تدعى الأحماض الكربوكسيلية وهي من الحموض العضوية تتميز الحموض الكربوكسيلية بوجود بنية سابتة تدعى الزمرة الكربوكسيلية ونلاحظ أن الزمرة الكربوكسيلية تتكون من زرة كربون وزرتين أكسوجين وزرة هيدروجين بالإضافة إلى هذا الجزر العضوي R وهو عبارة عن جزر الكيلة قد يكون طويل أي يحوي عدد كبير من زرات الكربون أو قصير لأنه يحوي عدد صغير من زرات الكربون ولكن نلاحظ أن الزمرة الكربوكسيلية أساسا تتكون من زمرتين الزمرة الأولى هي عبارة عن زمرة كربونيل سي أو والرابطة بينهما مشتركة سنائية بالإضافة إلى زمرة غول زمرة هيدروكسيل وهي تتكون من زرات أكسوجين وزرات هيدروجين R الجزر الكربوكسيلي قد يكون عبارة عن جزر قصير مكون من زرات كربون وسلاس زرات هيدروجين أي أننا نكتب الصيغة المفصلة لهذا الحمض بالشكل CH3COOH وهو يدعى حمض الإيتانوئيك ونلاحظ أن زرات الكربون التي ترتبط مع الزمرة الوظيفية ذات بني نمط تهجينها SP3 فنقول عن الحمض بأنه حمض أليفاتي إذا أردنا كتابة الصيغة الهيكلية فإننا نعبر عن زمرة الغول OH عن زمرة الكيتون CO بالإضافة إلى هذه الزرة التي تعبر عن زرات الكربون وزاعة الرابطة الوحيدة مع الزمرة الكربوكسيلية فنعبر فقط عن الرابطة بين زرات الكربون وزرات الكربون بهذه الرابطة التي تعبر عن CH3COOH الجزر الكربوكسيلي R يختلف قد يكون CH3 كما رأينا سابقا وقد يكون أطول من ذلك قد يكون CH3 CH2 COOH أي الصيغة المفصلة له بالشكل CH3 CH2 COOH وهو عبارة عن حمض البروبانوئيك وتأتي التسمي من أن مركب الإلكانات الموافق لثلاث زرات كربون هو مركب البروبان فاشتقت التسمي من اسم البروبان أيضا نلاحظ أن زرات الكربون التي ترتبط مع زرات الكربون الكربوكسيلية نمط تهجينها SB3 إذن هي عبارة عن حمض أليفاتي وتكتب الصيغة الهيكلية له بالشكل الموضح حيث COOH هي عبارة عن الزمرة الوظيفية بين زرات الكربون الأولى وزرات الكربون الثاني رابطة بين زرات الكربون الثاني وزرات الكربون الثالثة رابطة أي أننا في الصيغة الهيكلية نعبر عن الروابط بين زرات الكربون لو استبدلنا الجزر الألكيلي بجزر آخر أطول هو CH3, CH2, CH2, COOH نلاحظ في هذا المركب وجود أربع زرات كربون والمركب ذات أربع زرات كربون يدعى البوتان لذلك يدعى هذا الحمض بحمض البوتانوئيك ونلاحظ أيضا أن زرات الكربون زات ممط تهجين SP3 إذن هو حمض أليفاتي ويمكن أن نعبر عنه بالصيغة الهيكلية الموضحة التي تظهر وجود ثلاث روابط بين زرات الكربون واحد, اثنان, ثلاث أيضا يمكن أن نستبدل الجزر بجزر آخر ولكن قد لا يكون ذات سلسلة مفردة قد تكون سلسلة متشاعبة أي سلسلة ذات فروع فأن الصيغة المفصلة له CH3, CH2, COOH هو عبادة عن حمض ثلاث ميتيل البوتانوئيك وهنا نوضح بأن زرات الكربون الوظيفية تأخذ الرقم واحد زرات الكربون التي تليها تأخذ الرقم اثنان زرات الكربون التي تليها تأخذ الرقم ثلاثة زرات الكربون التي تليها تأخذ الرقم أربعة ونلاحظ وجود جزر الميتيل مرتبط مع زرات الكربون ذات الرقم ثلاثة وهنا ظهر لدينا ثلاثة ميتيل أي أن جزر الميتيل يرتبط مع زرة الكربون رقم ثلاثة أما السلسلة الأصلية فهي تحوي أربع زرات كربون ومن هنا اشتق اسم البوتانويد وبسبب وجود الزمرة الكربوكسيلية الحمضية كان اسم حمض أي أن الاسم يصبح حمض ثلاثة ميتيل البوتانويد هو أيضا عبارة عن حمض أليفاتي ويمكن أن نعبر عنه بالصيغة الهيكلية الموضح أيضا الجزر قد لا يكون جزرا مشبعا زا سلسلة طويلة قد يكون على شكل حلقة مولقة وهي تشبه الحلقة الموافقة لبنية مركب البنز فندعو الحمض في هذه الحالة حمض البنزويق وصيغته C6H5COOH ونلاحظ أن زرات الكربون التي ترتبط مع زرات الكربون الكربوكسيلية نمط تهجينها SP2 لذلك نقول بأن هذا الحمض هو عبارة عن حمض أريلي أي أن الجزر R يتكون من حلقة عطرية أي حلقة مغلقة غير مشبعة هنا نوضح بشكل سريع وهو ما يوضح وجود حمض الميتانوئيك الذي يحوي زردة كربون واحدة ونلاحظ أن هذه هي عبارة عن الزمر الوظيفية هذه الزرة وهي عبارة عن زردة هيدروجين توافق وتكافئ حمض الميتانوئيك المشتق من اسم الميتان الذي يحوي زردة كربون واحدة هذه عبارة عن الزمر الوظيفية ترتبط مع زردة أخرى أصبح لدينا زرتي كربون وهو نعبر عنه بحمض الإيتانوئيك هنا ثلاث زرات كربون حمض البروبانوئيك بسبب وجود الزمر الوظيفية زمرة الكربوكسيل هنا حمض البوتانوئيك الزمر الوظيفية مع وجود أربع زرات كربون فهذا الحمض يدعى حمض البوتانوئيك أيضاً نوضح بأن هذا الجزر من جزور الألكانات يرتبط مع زردة كربون مشبعة أي تحوي ثلاث زرات هيدروجين يمكن أن نستبدل إحدى زرات الهيدروجين بزمرة وظيفية زمرة كربوكسيلية فنلاحظ أننا نحصل هنا على مركب ذات زمرة كربوكسيلية واحدة فنقول أنه لدينا حمض أحادي الوظيف الحمضي يمكن أن نستبدل ليس فقط زرات هيدروجين واحدة وإنما يمكن أن نستبدل زرتين هيدروجين عندئذ نحصل على مركب يحوي زمرتين كربوكسيلية فنقول أنه لدينا حمض كربوكسيل سنائي الوظيف بالتوضيح أيضا يمكن أن نستبدل الزرة الأولى والزرة الثانية والزرة الثالثة بسلاث زمر كربوكسيلية فنقول أنه لدينا حمض ثلاثي الوظيف أما الخواص الفيزيائي للحمض الكربوكسيلية فنلاحظ أننا هنا نتكلم عن مركبات الكربوكسيلات زاعة عدد زرات الكربون من واحد إلى سمانية فهي في الحال العادي تملأ بأواني زجاجية أي أنها عبارة عن مركبات سائلة أما المركبات من عشر زرات كربون أي أن الحمض الكربوكسيلية التي تحتوي على عشر زرات كربون وأكثر تكون حالتها الفيزيائي على شكل مواد صلبي أي أنها تكون أشبه بالشموع أيضا فيما يتعلق بالزواباني في الماء نلاحظ أن الحمض الكربوكسيلية الأربعة الأولى زوابي في الماء بكل النسب ويعود ذلك إلى تشكل روابط هيدروجيني بينها نلاحظ هنا هذا عبارة عن بني مكافئة لحمض كربوكسيلي هنا جزيئة ماء يتشكل بينهما رابط هيدروجيني للتذكير الرابط الهيدروجيني تتشكل بين جزيئتين الجزيئة الأولى تحوي زر الهيدروجين مرتبطة بزر مرتفعة الكهرة السلبية الجزيئة الثانية تحوي زر مرتفعة الكهرة السلبية فيتشكل بينهما رابطة تدعى الرابط الهيدروجيني ونلاحظ هنا أن هذا الحمض الكربوكسيلي يشكل رابطتين هيدروجينيتين مع جزائتي ماء وكما نعلم بأن وجود الروابط الهيدروجيني يزيد من الزوابانية في الماء وطبعا تقل الزوابانية في الماء كلما ازدادت الكتلة الجزائية بسبب زيادة تأثير الجزء R وهو عبارة عن جزء لا قضبي زيادة تأثير الجزء اللا قضبي R يضعف من تأثير الجزء القضبي وهو عبارة عن الزمرة الكربوكسيلي مما يسبب تناقص الزوابانية في الماء لذلك نقول بأنه بالنسبة للحمود الكربوكسيلي الحمود الكربوكسيلي الأربعة الأولى زوابي في الماء بكل النسب وتقل الزوابانية بعدها تدريجيا بسبب زيادة تأثير الجزء اللا قضبي مما يضعف من تأثير الجزء القضبي ولكن الحموض الكربوكسيلية يمكن أن تزوب في الإيتر في الكحول وفي البنزن أيضا الحموض الكربوكسيلية زاد درجات غليان أعلى من درجات الغليان الموافقة للألدهيدات أو الكيتونات أو الأغوال التي لها نفس الكتلة الجزائية فما تفسير ذلك؟ يعود ذلك أيضا إلى وجود الروابط الهيدروجينية وهذه المرة نوضح الروابط الهيدروجينية بين جزائتي حموض الكربوكسيلي حيث نلاحظ في هذه الجزائية من جزائيات الحموض الكربوكسيلي أنها تشكل رابطة أولى رابطة ثاني مع الجزائية الأخرى من الحموض الكربوكسيلي هنا وهنا تتشكل رابطتين هيدروجينيتين بين جزائتي حموض كربوكسيلي ونعلم بأن وجود الروابط الهيدروجينية سوف نحتاج إلى طاقة أكبر لتحطيم هذه الروابط وبالتالي تصبح درجات الغليان مرتفعة نعلم أيضا بأن تفاعلات الأكسدي في المركبات العضوية وطبعا نتكلم هنا عن تفاعلات الأكسدي اللطيفة بأنها تحدث على الرابطة بين C و H ولكن ليس كل زرات الكربون نلاحظ في هذا المركب وجود زمرة غولية O H فهذه الزرة هي عبادة عن زرات الكربون التي تدعى زرات الكربون الوظيفية لأنها ترتبط مباشرة بالزمرة الوظيفية وهي هنا زمرة الغول لذلك يدعى هذا المركب بأنه مركب غولي وتحديدا ندعوه غول أولي بسبب وجود زمرة غول مرتبطة بزرات كربون هذه الزرة الكربون ترتبط مع زرات كربون أخرى واحد إذن نعلم بأن تفاعلات الأكسدي تحدث على الرابطة بين C و H بين زرات الكربون الوظيفية وزرات الهيدروجين التي ترتبط معها وفي الأغوال الأولي نلاحظ إمكانية ظهور تفاعلات الأكسدي في موضعين مختلفين أي على الرابطة C-H الأولى أو على الرابطة C-H الثاني فعند التفاعل مع الأكسدي أي حدوث تفاعلات أكسدي طبعا بوجود مؤكسد قوي في وسط حمضي يتحول الغول الأولي إلى حمض كربوكسيلي بالإضافة إلى ظهور جزئة ماء وهنا نستنتج من هذه المعادلة بأننا يمكن أن نستحصل على الحموض الكربوكسيلي من الأكسدي القوي للأغوال الأولي أيضا إذا أردنا توضيح ما يحدث فإنما نلاحظ أن المؤكسد القوي يعمل بداية على تحطيم الرابط بين زراتي الأكسجين وذلك بوجود الوسط الحمضي فتتحت إحدى زراتي الأكسجين مع زراتي هيدروجين إحدى هما OH أي زرات الهيدروجين الوظيفية والأخرى زرات الهيدروجين المرتبطة مع زرات الكربون الوظيفية فيتشكل عن ذلك جزئة حمض كربوكسيلي بالإضافة إلى الماء أي أن OH تعطي جزئة ماء يتحد RCO هنا نلاحظ أن زرات الأكسجين يمكن أن تهاجم هذا الموضع فنحصل أيضا على الحمض الكربوكسيلي فنقول الطريقة الأولى لحصولنا على الحمض الكربوكسيلي يكون من أكسدة الأغوال الأولية أكسدة بوسط حمضي بمؤكسد قوي نعبر عن ذلك بالمعادلة بصيغتها المفصلة على الشكل R CH2OH وهنا نعبر عن الغول الأولي لأن زرات الكربون الوظيفية هي عبارة عن زرات كربون أولية ترتبط مع زرات كربون واحدة بشكل مباشر فنقول عنه أنه غول أولي الأكسدي تعطي حمض كربوكسيلي بالإضافة إلى جزء ماء هذا المركب هو عبارة عن مركب الديهيدي بسبب احتوائه على زمرة الديهيد R CO H هذا المركب الديهيدي بعملية أكسدي تحدث على الرابطة بين زرات الكربون الوظيفية وزرات الهيدروجين إذن في الديهيدي يوجد موضع واحد فقط لحدوث تفاعل الأكسدي يتحد مع زرات الأكسوجين يعطي إذن زرات الأكسوجين تهاجم الرابطة C H فيحدث لدينا تشكل لحمض كربوكسيلي فنقول أن الطريقة الثانية لحصولنا على الحمض الكربوكسيلي هي من أكسدة الألديهيدات ونعبر عن ذلك بالصيغة المفصلة أي بكتابة المركبات بالشكل المفصل R CH O وهي عبارة عن الصيغة المفصلة للألديهيد بعملية أكسدي نحصل على الحمض الكربوكسيلي إذن الحمض الكربوكسيلي R C O O H R C O O H لو أردنا حساب كتلته الجزائية سوف نلاحظ أنها تساوي 14 N زائد 1 وهذه الكتلة الجزائية تعبر عن الكتلة الجزائية للجزر الألديهيد لأننا نعلم بأن الجزر الألديهيد صيغته العامي C N H 2 N زائد 1 أي أن كتلته الجزائية الغرامية 14 N زائد 1 طبعاً يضاف لها الكتلة الجزائية الغرامية للكربون والأكسوجين والأكسوجين والهيدروجين أي أن الكتلة الجزائية الغرامية للحمض الكربوكسيلي هي 14 N زائد 46 ولكن إذا فقد هذا المركب زرة الهيدروجين فنتحول من حمض كربوكسيلي إلى أيون الكربوكسيلات إذن أيون الكربوكسيلات أو الشارد الكربوكسيلية هي عبارة عن حمض كربوكسيلي فقد زرة هيدروجين نلاحظ أن صيرته المفصلة سوف تصبح R COO السالب وهنا إشارة السالب للدلالة على أن زرة الأكسوجين قد اكتسبت الإلكترون الخاص بزرة الهيدروجين فاكتسبت عندها شحن سالبي أما كتلتها الجزائية الغرامية فهي 14 N زائد 45 ويعود ذلك إلى أن الكتلة الجزائية الغرامية لأيون الكربوكسيلات يطابق تماما الكتلة الجزائية الغرامية للحمض الكربوكسيلي ولكن منقوصا منه زرة هيدروجين أي منقوصا منه واحد لذلك نكتب الكتلة الجزائية الغرامية للشارد الكربوكسيلي هي عبارة عن الكتلة الجزائية الغرامية للحمض منقوصا منها واحد نلاحظ أيضا بأن الحمض الكربوكسيلي يحتوي على زرتين أكسوجين أي أن الكتلة الجزائية الغرامية والتي تمثل 14 زائد 46 تحتوي على 16 زائد 16 وهما تعبران عن الكتلتين الجزائيتين الغراميتين لزرتين الأكسوجين هنا نوضح بأن الكتلة الجزائية الغرامية للحمض الكربوكسيلي منها 32 جرام أكسوجين فإذا أردنا حساب النسبة المئوية للأكسوجين في الحمض الكربوكسيلي فإننا نطبق العلاقة التالية الكتلة الجزائية الغرامية تساوي 100 ضرب 32 على Y حيث تمثل Y هي النسبة المئوية للأكسوجين في الحمض الكربوكسيلي ونعوض عن R COOH بأن الجزر الألكيلي يمكن أن يكتب بالشكل CN H2N زائد 1 حيث أن هي عدد زرات الكربون في الجزر الألكيلي فإذا أردنا حساب عدد زرات الكربون في الحمض الكربوكسيلي فيجب أن يضاف لها الرقم 1 للدلالة على وجود زرات كربون في الزمرة الكربوكسيلي الوظيفية الوظيفية التي تحوي أقل من أربع زرات كربون هي زوابة في الماء بكل النسب وبعد ذلك تتناقص الزواباني في الماء بزيادة الكتلة الجزائية ويعود ذلك إلى زيادة تأثير الجزء اللاقضبي وتناقص تأثير الجزء القضبي كما أننا يمكن أن نحصل على الحموض الكربوكسيلي من عمليات الأكسادي إما من الأكسادي للأغوال الأولية أو من أكسادي الألتهيلاد موسيقى اشتركوا في القناة